موسيقى زوار ومتتبعي موقع لوث 360 أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من الماضي كالعادة نستضيف الوزير السابق والأمينة العامة السابق لحزب التقدم والشراكية مولا إسماعيل العلوي أهلا بك مولا إسماعيل حالو أهلا وسهلا قد نرجع بك للمرحلة مهمة ومفصلية في الحياة متاعك وهي سنة 1997 التي تم خلالها انتخابك على رأس الأمانة العامة لحزب التقدم والشراكية بعد أن الأستاذ الراحل علي توافته ألمانيا كيف عشي هذه المرحلة؟ في الواقع في المرحلة يعني مسيكولوجيا كانت ونفسانيا كانت شوية صعبة لأنه ما كنا شيء تنتظره طبعا غياب السيالي بهذاك الطريقة وهذاك الشكل في هذه المفتراء لكن حياتي هذه إنسان القدر لا يمكن أن نعترض على قرارته وبالتالي كانوا رفاق في اللجنة مركزية حيث أنه هي التي تأخذ كل القرارات الأساسية في غيابي اجتماعي المؤتمر قرروا أنني علي أن أتحمل مسؤوليات تدبير الأمن العامة للحزب ولم يكن علي إلا أن أردخ إلى قرار رفاقي ورفيقاتي هكذا مرة الأمور طبعا كنا جميعا متألمين جدا لما حدث ولكن الحياة لا ترحم حتى وإن بقينا نحن على قيدها فبالتالي تحملت المسؤوليات إذا رجعت معك الوقت أستاذ مولي إسماعيل وش كنتي يعني واجد لهذه المهمة خصوصا أن الموت لا أحد ينتظر فعلا الموت كانت على بغتا ولا سيكون من الغرور أن أقول أنني كنت مهيئا لاستخلاف الرافق علي إنه لست الوحيد داخل الحزب الكافير بالقيم بهذا العمل لكن أردت الأقدار وأرد الرفاق والرفيقات في اللجنة المركزية أنها تحمل هذه المسؤولية وحصل نوع من الإجماع فقبل حتى عقد مؤتمر ستنائي لاستخلاف الرافق علي تحملت هذه المسؤولية تحملتها على مضد؟ طبعا دائما جميع المسؤوليات الحقيقية هي تحملها للمرأة على مضد ولكن علي أن يقوم بها إلى أن ينهي المهمة التي كلف بها سنة 1997 كذلك هناك حدث طبع حزب التقدم والشراكية هو بداية عدم الرضا بعد الأصوات داخل حزب التقدم والشراكية هو الانتهاء بالانشقاق عن حزب التقدم والشراكية وهنا أتحدث عن حزب جبهة القوى الديمقراطية يقال أصحاب هذا الانشقاق لم يكنوا راضون عن القيادة الجديدة التي تمثلت في سيادتكم لا أبدا نسيم أن الانشقاق حصل قبل وفاة رافق علي ولكن تعمق يعني بي لا لا أظن أنه تعمق أظن كان هناك نوع من الطلاق لا أقول بيرضى الطرفين لأننا نحن لم نعتبر أن الطلاق في منفع علي أي كان وأكره الطلاق أكره الأمور عند الله الطلاق فلا أبدا لم يكن أي شيء بالعكس العلاقات الشخصية استمرت في مستوى العادي وأظن أن هذا أمر كان خلاف في التصور من دون شك كانت هناك من دون طموحات مشروعة لدى البعض الذين اعتبروا أنهم عليهم أن يخلفوا الجيل الذي متلهوا الرافق علي لكن لا أظن أنه شخصي لاعب دور يعني كان موضوع شناء بين أي كان بين أي مجموعة كانت كانوا ابتعادوا عن الحزب عدد منهم عادوا إلى الحزب بعد ذلك والبعض الآخر طبعا يعني سار على دربه للدرب الذي اختارها لنفسه عند وفاة الراحل علي عتال يعني القيادي في الحزب التقدم والشراكي وأحد المؤسسين الفعليين والقيادات الفعلية للحزب هل أحسست أن ربما الحزب قد يفقد بريقه أو سيتغير مصاره برحيل هذه القيادة؟ لا لا يعمل بالغيب إلا الله أظن أنه لا يمكن أن هي كانت شخصية يجتمع عليها الكل طبعا كانت شخصية قوية وشخصية فدة وشخصية في مستوى الأحداث ولكن الإنسان دائما مهدد بالغياب فجأة وهذا ما حصل فأظن أنه شيء طبيعي موته كيف أطر فيك أنت شخصيا؟ شخصيا أطرت فيه كثيرا لأنني أعتبر أن هذه الموت كانت على شكل غضر لأنه في الواقع حديثة سير لم يكن هو سبب فيها بل كان هناك مجموعة من الناس في سيارة ما سكارة على ما يبدو استضموا بسيارته أو جعله يسقط على جانب الرصيف وبالتالي كان هناك نوع من التغضغة على مستوى الجمجمة وهكذا حصلت الأمور ما أطر فيه أكثر هو أنه عندما حكموها أولئي الأشخاص الأحكام كانت حقيقة ليست في مستوى الحدث حيث من دونشك أنه المحكمة اعتبرت أنه كانوا في حالات سكر وحكموا عليهم كسكارة ليس إلا طبعا هذا لا يسمح لأي كان أن يقوم بنوع وضع سيناريو في نوع من بارانويا أو في نوع من الأشياء التي لم تحصل أبدا لكن بالنسبة لي شخصيا صدمت عندما سمعت نتيجة هذا الحكم هذا ما حصل في إطار النبش الذاكرة هل تتذكروا حادثا معينا مع الراحل علي يعتى يعني واقعة وقعت بينكم ليس بالضرورة محزنة أو بشكل غاضب ولكن طريفة ربما لا يمكن أن أقول لكم أنا عندي ذاكرة الآن نسمة مع تقدمي في السن في الاجتماعات أو داخل مع الرفاق لا لا دائما اجتماعات كانت يعني تمر في هدوء منقشة طبعا معمقة كتفة وكل واحد من الحضور يدلي بدلويه ويعطي رأيه لكن لم أتذكر أي شيء من هذا القبيل كل ما هناك أنه مع الرافق علي كان هناك إصرار على ضبط وقت الاجتماع فعندما مثلا نقرر أن سنبدأ الساعة العاشرة ليلا أو صباحا لا يهم فبحدث أحيانا أنه يبدأ بمن حضر وللآخرين أن يتتبعوا الاجتماع بلما ياتوا متأخرين عند هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونضرب لكم موعدا آخر في برنامجكم صفحات من الماضي